لطالما كانت المرأة السورية عنوان النجاح والطموح والتميز بكل ميدان وبكل مجال أثبتت براعتها في عالم الطب تحديدا نرى الكثير من الطبيبات لمعت أسماءهن فكنا جنبا إلى جنب مع الرجال الدكتورة ملائكة أصطفان ها هي اليوم تتوصل إلى اختراع خيط جراحي طبي سوري محلي الصنع يتم تصنيعه عن طريق جهاز غزل كهربائي باستخدام مواد كيميائية سائلة يقوم هذا الجهاز بسحب هذه المواد وتحويلها إلى شعيرات ومن ثم لفها وتحويلها إلى خيط جراحية الألية لإنتاج هذه الخيط أو الشعيرات النانومترية هي عبارة عن ألية غزل كهربائي يعني تعمل على تيار كهربائي تتألف هذه الألية عبارة عن مضخة سيرانجبام نوضع فيها المادة اللازجية وفي عنا رأس الإبري نوصله مع القطب الموجب للتيار الكهربائي والمجمع تجمع عليه المادة عبارة عن قمع دوار موصول فيه القطب السالب يتم وضع المواد ضمن هذه الإبرة وتشغيل الآلية وامرار تيار الكهربائي عند مرور تيار الكهربائي يتم جذب المادة السائلة من المغزل إلى المجمع فتحول هذه القطرات من قطرة إلى شعيرة إلى رأس المجمع ثم نقوم بعمل تدوير المجمع فتحول هذه الشعيرات إلى خيط الجدير بالذكر أن الطبيبة ملائكة قد تم اختيارها من بين الشباب العشرين الأكثر تميزا على مستوى العالم كله كما أنها حاصل على إجازة هندسة الغزل والنسيج كلية الهندسة البيترو كيميائية من جامعة البعثة وحاصل على شهادة الدكتوراه بدرجة امتياز من جامعة حلب ملائكة اسم لسيدة سورية استطاعت أن ترفع اسم بلدها عاليا وها هي اليوم توصل اختراعتها لتقول بصوت عالي إن المرأة السورية هي الأم والطبيبة والمعلمة هي شريكة كل نجاح وكل تطور ترجمة نانسي قنقر